جيمي النهاردة الاهلي قلت لي كان فيه ايجابيات الشوت التاني شوفت الاجابيات ازاي ايه هي الاجابيات الاجابات كانت في بداية المباراة وكانت مقترنة بسلبيات لانها لو كانت كملت كي ايجابيات ما كانتش نتيجة باقي كتب. الااهلي النهاردة قدر في اول ثلاثين ديال انه يغلط فرق اتحاد العاصمة ست مرات. ياخدوا الكرة في التلت الاول من الملعب ست مرات لكن الست مرات دول بقى. ودي الفرص اللي جاش للنادي لأهل الشوط الأولى ونعرض الفايل بتاع الفرص الفرص كلها جاءت منين ما جادش من سيت بلاي انت كان عندك ميس باس كتير في وسط الملعب هجاماتك ما كنتش بتكمل فانت الحاجة الوحيدة اللي عملتها يا جابية كان الضغط من فوق قدرت اضغلطه بست مرات في التالت الأولين فكنت بتعمل ليه بالكرة بعد كده الانهاء والقرار طول المباراة كان سلبي جدا فانت عملت شيء جيد جزء كده نفحة بسيطة من اللي كان بيعمله مرسيل كولر قبل كده من اللي فرقة كان بتعمله قبل كده الضغط العالي وبتاخد الكرة بدري وبتاخدها في مناطق الخطورة فانت اول منطقة اللي صناعة لابلنك بتغلطهم دي واحدة من الفرص كانت الكرة مقطوعة في التالت الأول بسيئة احنا جايبنا من اللقطة بتاعت بتاعت ريدا سليم وقفك بقى هنا عند رقطة القرار مشكلتي مع القرار من السنة اللي فاتت وتحسنت شوية شوية خلال بطولة أفريقيا ورجعنا تاني لقصة القرار برضو تاني ريدا سليم والقرار الرجل لسه جاي مبارح وليسه عنده مشكلة للقرار كمل هات الفريم اللي بعدها لطول بس بص اكري لما تيجي بص هنا الراجل عنده مليون حاجة يعملها غير اللي هو عمله الراجل عنده الزاوية البعيدة مفتوحة من بدري وعنده الوقت وعنده الوقت وعنده المسيحة ده أول قرار وقسه القرار عنده الوقت خلي بالك حبنلعب على الوقت والمسافة الراجل مع لهوش ضغط مع الوقت ومع المسافة لانه دخل وقطع حط القرار تحت رجله وقطع من بدري جدا فعنده الحل الأولاني انه يحطها في الزاوية البعيدة الحل التاني اللي عملها تشاب من فوق الرجل لانه الرجل بترى ينزل وفتح رجله مش يعرف يلمه ويطلع تاني فالحل التاني انك تعمل ده الحل التالت وهو الأصعب انك تحطها في الدقيقة هو ما عامدش ولا حل من التلاتة لانه الراجل عامل كده عشان يحاول يديق لك المسيح انت ما عملتش اي حاجة من الحاجات الفروض تتعمل فالقرار افسد هجمة كانت ممكن تغير مصاري المبارات تمام دي بتاعت رضا سليم اللي بعده شكوة جدا بالجزاء لا احنا هنتكلم على الحكم لا ده الحكم ما تكلم عليه لوحده بس دي اوضح بقى كريم ده هنا دي امتى هنا بعد ما داس عليها التانية كان الزاوية بتريد دي شوية اللي قبلها الزاوية مفتوحة تماما لان الجمب كانش رجل تلقى دي دي ما كانش لسه الراجل نزله اصلا كان الراجل لسه بيطلع بياخد الخطوة عشان يطلع يقفله فكان بمنتهى البساطة في البعيدة جول سواء بط نجلق وبيش رجل خريج جوم في الحال تاني يعني يلا الحالة اللي بعدها خلاص الحالة اللي بعدها على طول دي كانت بداية الحالة دي الحالة اللي بعدها التانية دي كهرباء ارجع تاني ارجع ارجع القرار الراجل هنا اول ما استلم الطبيعي انا بوسع لنفسي عشان اعمل حاجة من اتنين يفتح زاوية التصويب يفتح زاوية التمرير كهرباء فتح لنفسه بغير ما اعمل حاجة يعني هنا انا افروض استلم واشوت استلم واشوت من هنا لو اخي قرار الشوت لا هو عامل حاجة غريبة جدا استلم فقفل على نفسه الزاوية لانه فتح على نفسه وفتح للمدافع فقفل على نفسه زاوية هو طر طر وهنا اه ده هنا عشان اعمال بتكلم على القرار وقفك هنا عند نقطة مهمة جدا جدا كان بيقولها محمود ليه علاقة بدور امام عشور والاهلا يعاني منه خلال الفترة اللي جاية ملاش علاقة بقى امام هيلعب فين وهيكمل فين حمدي فتح كان بيستخدم كمهاجم تاني دلوقتي انت حتى لو مودست لا سعر بتكلم مودست لو كان موجود مودست اه كان موجود نستغل لوحده لكن حتى لو موجود موجود لوحده انت هنا بتتكلم على ان المهاجم دخل بيكمل معه جناح فلو الجناح اللي فاتح هيكمل معاه مهاجم حمدي كان دايما بيعمل لك الكسافة ان على اقل فيه تلاتة جوا الراجل اللي معاك كرة المهاجم بيكمل حمدي معاه وممكن الجناح يخش فأمام راجل ممكن يعمل لك ده لكن مش هعمله على طول ما بيلتحمش هواقيا ما بيتواجدش في الاماكة اللي فورية تواجد بيها الاهل هيعاني من كسافة هاجمية حتى لو المنظومة اتطورت لازم الراجل يفكر لها في حلول ان بقى فيه لعيب من اللي بيلعب في الاجنحة وليكن تاوى على سبيل المثال لازم يكون بيكمل كمهاجم تاني بكل حال من الاحوال كل الفرص اللي بحب نتكلم عليها كل الصور اللي بتطعرض وحب نتكلم مشكلتها بداية من اول ديها في المباراة الى اخر ديها في المباراة كانت القرار كمل هات الحالة اللي بعدها بص هنا دي واحدة من اسوأ القرارات الغريبة جدا الراجل قطع له امام عشور الكرة حطت له الراجل داخل على الستة هارضة وكهارابا قطع له عمل الصح هو قطع له قبل المدافع فانا القرار الطبيعي لان هتيجي بعدها الراجل المدافع هيمد رجله لا الراجل المدافع هيمد رجله لا ارجع تاني ارجع تاني ارجع بص لحد هنا لحد هنا والكرة في رجل امام هي الراجل الراجل لسه ممدش رجله لو تحطت ضبط رجله كهارابا عمل كل حاجة صح كهارابا قطع قدام المدافع وحجز المدافع المدافع واقف غلط تماماً. هي لو تحطلت لقرابة جون. خلاص لأنه حجز المدافع وقطع القريبة وده اللي المفروض يعمله ان فيش غيره في التمنتاشر. الراجل عمل ايه بقى? تكمل اللي بعده. بيحطها المين? بيحطها ازاي? انا ما عرفش. حتى لو جمش ما جمش هتخش يعني هو حطيتها بالعرض. مفيش حد في التمنتاشر. طب انت لو انت شايتها الزاوية قفولة عليك تماماً اشبه بزاوية مستقيمة. مية وتمانين درجة هتحطها ازاي? ولو انت عايز تحطها وكنت حطيتها قبل ما تكمل لجوه كده. اول ما استلمتها كنت شوط. لو انت عايز تشوط يعني. ففي النهاية انت لحطيتها بالعرض. ولا ولا قدرت تسجل ولا قدرت تتصوب لان الزاوية قفلت عليك. نفس المشكلة القرار. مفيش تحضير. واكبر مثال كان على التحضير وهجيله في اخر الحلقة خالص كان ديانجل. ديانجل مفيش اي تحضير لأي القرارات طول الوقت. وياخدوا الكرة ويبدأ ليجري. ويبدأ ليجري لحد ما تقفل عليه. طيب.